دايما دونالد ترامب عنده 73 سنة 73 سنة 74 سنة لكن دايما بيبقى قاعد في الصورة حركة حتى بتشوفه لما بيسمع الترجمة بيبقى قاعد مستاني عايزي تكلم يعني هو كل حركته الجسدية أو لغة الجسد البادي لانجوش بتاعته بتبقى ظاهرة جدا أو واضحة جدا وبيبقى واضح كمان بالمناسبة توطره أو ارتياحه في اللقاء وكان هو بيوصف رئيس الجمهورية الرئيس السيسي بأنه افرند تاني مرة بيصفه كصديق قال إنه حيبقى فيه لقاءات بعد كده موسعة عايزة أقول له حركته طبعا النهاردة كان فيه لقاء ما بين لأنه الرئيس الأمريكي لأول مرة يبقى بالشكل ده طاغي جدا على كل المؤسسات الأمريكية زي ما بيقوله كده ضلوا على كل المؤسسات الأمريكية فالتعامل معاه على قدر أعلى مما كان عليه في السابق في ظروف تانية قبل كده لكن النهاردة ده ما منع شبعنا كان فيه لقاءات على مستوى عالي جدا من الأهمية لأنه احنا بنتكلم عن اللقاء اللي حصل مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو رئيس ابو مهورية الرئيس السيسي نهاردة كان بيقابل بومبيو بومبيو ده يحسب دلوقتي أطول وزير خارجية قاعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعة ما تولى الحكم كان فيه لقاء مع جارد كوشنر جارد كوشنر هو منصب في البيت الأبيض رسميا كأحد مستشارين الرئيس الأمريكي لكن هو كمان اللي ماسك أو اللي ترامب اداله أو قال عليه بشكل وباشر أنه هو اللي هتعامل مع مسألة السلام في الشرق الأوسط ده لقاء قبل كده زي ما قلت لحركم الكلام ده بقى كان في البلير هاوس الأوضة دي من أقدم وأهم الأوض في بلير هاوس اتعامل في القرن الثمنتاشر قرن تسعتاشر أنا أسف زي ما قلت لحضراتكم دي بيسموها أوضة الورق الحيطة الصيني هم بيسموها كده وده المقر الضيافة الرئيسي كان بتاع واحد صاحب لينكلن الرئيس الأمريكي طبعا إبراهام لينكلن أحد الأباء المؤسسين كان بتاع واحد صاحبه وبعدين تم شراءه وبعد كده لحساب البيت الأبيض وتحول من سنة 1941 من الاربعينات إلى المقر الضيافة الرسمي للرؤساء ولضيوف الرئيس الأمريكي بسبب تشيرشل تشيرشل راح البيت الأبيض ونام في البيت الأبيض صحي في وسط الليل يدور على روزفيلد يدور على رئيس الأمريكي قبلته مرات روزفيلد فقالت لبش هنف عايش كده وطلبت أنه يبقى فيه بيت الضيافة اللي هو استقبل بقى يعني النهاردة آخر من يستقبل هو الرئيس السيسي استقبل قبل كده أنتوا تسموا كل رؤساء وزعماء وأصدقاء الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم